الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه أما بعد فمشاهدي الكرام أمر له قدره وأثره في الحياة الإنسانية والمعيشة البشرية يسر الإسلام واعتداله جاء الدين أو جاءت الشرائع السماوية لإسعاد الإنسان لا لإشقائه جاءت للتهزيب لا للتعزيب جاءت لتكريم الإنسان كإنسان بغض النظر عن معتقده أو لونه أو جنسيته أو لغته فقال الحق جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال الحق سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من هنا جاءت الأحكام جاءت الأحكام الشرعية لتنظم الحياة لا لترسم الحياة لأن الحياة تتجدد بتجدد الأزمان وباختلاف الظروف وبتنوع الأحكام والأحوال ولذلك قاعد فقهاء الشريعة الغراء قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان أقول هذا لأن نفرا من بني جلدتنا من الطارئين على العمل الدعوي أو المشترئين على العمل الإفتائي ممن لا تخصص علمي لهم بالشريعة الغراء قد يقرؤون جملة في كتب تراثية قيلت من مئات سنين فينقلونها دون بصر وبصيرة بفقه الواقع أو الأولويات لهذا الزمان فيشغبون على الإسلام والأصل الأصيل في هذا الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج إن الدين يسر كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم ولن يشد أحد الدين إلا غلبه فسددوا وقاربوا وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنثروا نعلم أن التشدد والمغالاة بضاعة الكاسدين لذلك قال أئمة العلم التجديد يحسنه كل إنسان واليسر لا يحسنه إلا العلماء التجديد يحسنه كل إنسان من الممكن متعامي أو متغابي على منبر أو في محراب أو في قناة فضائية أو في إزار أو سيديه أو أي وسيلة يخرج بوصلة عذاب وعخاب على الأبرياء ويظن أنه يخدم الإسلام وما ضر المسكين أنه يجغب على الإسلام ويصد الناس عن سراط الله العزيز الحميد إن الواجب يغطضي أن نعمل أفكارنا وأن نتدبر قرآن رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها ومعلوم للكافة أن نفرا كما جاء في الصحيحين جاءوا إلى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت سيداتنا عائشة وأم سلمة وغيرهن من أزواج النبي الطاهرات عليهن رضوان الله يسألون عن عبادات النبي في هذه الحجرات فأخبروا فكأنهم عدوها قليلة فقال قائل منهم لأصومن الدهر ولا أفتر وقال آخر لأصلين الليل ولا أرخد وقال آخر لأكل اللحم وفي رواية لا أتزوج لما بلغت النبي مقالتهم صعد المنبر ووارع لأن الإسلام لا يعرف القهر بالسوء ولا التشهير قال إن نفرا قالوا كذا وكذا أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وآكل اللحم واتزوج النساء فهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فإلى المشددين والمنفرين والمتنطعين والمضيقين واسعا اتقوا الله في صحيح الإسلام واتقوا الله في وسطية الإسلام واعتداله واذكروا وذكروا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا بلاغ فهل من معتبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته